توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السلع الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 619 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 824 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 167 طن أما في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيادة من السلع الرسمي فقد تم ضبط 624 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السلع الرسمي تم ضبط 33 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 916 قضية من بينها 333 قضية خبز ناقص للوزن و200 و68 قضية خبز غير مطابق للموصفات